اشتركوا في القناة في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَأَحَرَّمَ الْرِبَاءَ لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا هو المجلس الثامن والأخير من مجالس تفسير سورة يونس عليه السلام وقد وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ يخبر الله سبحانه وتعالى عما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية بعدما أغرق عدوهم فرعون فقال وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ والمُبَوَّأَ صِدْقٍ هي بلاد مصر والشام مما يلي بيت المقدس ونواحيه وقلت لكم أن كل شيء أضيف إلى الصدق فهو ممدوح كما قلنا قبل في أحد المجالس السابقة مقعد صدق مُبوَّأ صدق مقعد صدق مُدخل صدق أخرج صدق كلما أضيف إلى الصدق فهو ممدوح فامتدح الله عز وجل ما امتن به على بني إسرائيل فإن الله تعالى لما أهلك فرعون وجنوده استقرت يد الدولة الموسوية نسبةً إلى موسى عليه السلام على بلاد مصر بكمالها كما قال الله عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وقال في آيةٍ أخرى فأخرجناهم من جناتٍ وعيون وكنوزٍ ومقامٍ كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل ولكن استمروا مع موسى عليه السلام طالبين إلى بلاد بيت المقدس وكان فيه قومٌ من العمالقة فَنَكَلَ بَنُّ إِسْرَائِيلَ عَنْ قِتَالِ الْعَمَالِقَةِ فَشَرَّدَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْتِيهِ أَرْبَعِينَ سَنَةِ إذْ كَيْفَ تَنْكُلُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَشَرَّدَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْتِيهِ أَرْبَعِينَ سَنَةِ وَمَاتَ فِي هَذَا الْتِيهِ هَارُونَ ثم مات موسى عليه السلام وخرجوا بعدهما مع نبي الله يوشع بن نون ففتح الله عليهم بيت المقدس واستقرت أيديهم عليها إلى أن أخذها منهم باختنصر حيناً من الدهر ثم عادت إليهم ثم أخذها ملوك اليونان وبعث الله عيسى بن مريم عليه السلام في تلك المدة فاستعانت اليهود على معادات عيسى عليه السلام بملوك اليونان وكانت تحت أحكامهم ووشوا عندهم وأوحوا إليهم أن هذا يفسد عليكم الرعاية فبعثوا من يقبض عليه فرفعه الله إليه وشُبِّه لهم بعض الحوارين بمشيئة الله وقدره فأخذوه فصلبوه ثم بعد المسيح عليه السلام بنحو ثلاثمائة سنة دخل قسطنطين أحد ملوك اليونان في دين النصرانية فدخل في دين النصارى حيلة ليفسده فوضعت له الأساقف منهم قوانين وشيرعة وشريعة وبدعاً أحدثوها فبنى لهم الكنائس والبيع والصوامع وانتشر دين النصرانية في ذلك الزمان واشتهر على ما فيه من تبديلٍ وتغييرٍ وتحريف إلى أن بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم وكان فتح بيت المقدس على يد أمير المؤمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعاده الله على هذه الأمة عاجلاً غير آجل وقوله ورزقناهم من الطيبات أي الحلال من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعاً وشرعاً فما اختلافوا حتى جاءهم العلم أي ما اختلافوا في شيءٍ من المسائل إلا من بعد ما جاءهم العلم أي ولم يكونوا قبل ذلك قد اختلافوا وقوله فما اختلافوا فيها معنيان القول الأول اختلافهم في نبوة محمدٍ بعد ما جاءهم وبان علمه أمره هذا هو القول الأول القول الثاني أن المراد به بنو إسرائيل لم يكن لهم اختلافٌ على موسى في أول حاله فلما جاءهم العلم والأوامر وغرق فرعون اختلافوا وهذا هو الأقرب ويعضده السياق وضعف ابن عطية القول الأول وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود اختلافوا على إحدى وسبعين فرقة وأن النصارى اختلافوا على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاثٍ وسبعين فرقة منها واحدةٌ في الجنة واثنتان وسبعون في النار قيل منهم يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم أي يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أي أن اختلافهم سيكون فصله وبيان حقيقته يوم القيامة ثم قال الله تبارك وتعالى فإن كنت في شكٍّ مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك وهذه الآية من الآيات المشكلة إذ كيف يشكُّ النبي صلى الله عليه وسلم والجواب عن ذلك ما جاء عن قتادة ابن دعامة قال بلغنا وهو حديثٌ بهذا يكون ضعيفًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أشكُّ ولا أسأل يعني فإن كنت في شك لا أشك فاسأل الذين يقرؤون ولا أسأل فأنا لستُ شاكًّا ولا أحتاج للسؤال وأجاب ابن القيمة رحمه الله عن هذا الإشكال الذي يذكره بعض أهل العلم وأن هذه آية مشكلة أنه يقول أصلاً ليس في الآية إشكالٌ بحمد الله إذ ليس في الآية ما يدلُّ على وقوع الشك والسؤال من النبي صلى الله عليه وسلم أصلاً فإن الشرط وهي جملةٌ شرطية فإن كنت فإن الشرط لا يدلُّ على وقوع المشروط بل ولا يدلُّ على إمكانه فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشك ساعةً من نهار فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لم يشك ولمساً لكن فيه تثبيتٌ للأمة وإعلامٌ لهم أن صفة نبيهم صلى الله عليه وسلم موجودٌ في الكتب المتقدمة التي بين يدي أهل الكتاب وقلتُ لكم أن هذه الآية مما استثناها بعض أهل العلم وجعلها آيةً مدنية وقلتُ لكم أن الصحيحة عدم الاستثناء إذ لم يدل دليل على صحة هذا الاستثناء كما قال الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْتَرِينَ أي لا تكونن من الشاكين وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ اللَّهِ بِأَنَّهُ لَنْ يَهْدِيْهِمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ وَقُلْنَا أَنَّ الْإِيمَانَ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْعَذَابِ لَا يَنْفَعُ ولذلك دعَى به موسى على فرعون فقال فلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ ولذلك قال الله عز وجل إن الذين حقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِيمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ تَسْلِيَةٌ للنبي صلى الله عليه وسلم ممن من صناديت القريش الذين لم يؤمنوا وأصبحوا دعاة ضلال وصدُّوا عن الإيمان فإنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم كما قال الله عز وجل ولو أننا نزَّلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قُبُلًا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ثم قال الله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس وقُلنا أن يونس استُثُنُوا من هذه القاعدة وأن الله سبحانه وتعالى تاب عليهم وقبل توبتهم وقبل إيمانهم بعدما رأوا العذاب فيرى الطبري رحمه الله أن قوم يونس أدخُصُّوا من بين سائر الأمم بأن تيب عليهم بعد معاينة العذاب فإذن قال الله عز وجل ولو جاءتهم كل آية إن الذين حقَّت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم لكن هناك أمة آمنت جعلناها خاصة لهم آمنوا لما رأوا العذاب الأليم والسجاب الله تبارك وتعالى عليه ومن العلم من قال إن قوم يونس لم يحلَّ بهم العذاب بل رأوا أماراته فهم ليسوا حالةً مستثناء لكن الله تبارك وتعالى قال فلولا كانت قريةٌ آمنت فنفعها إيمانُها إلا قوم يونس وهم أهلُ نينوى وما كان إيمانُه إلا خوفٌ من أصول العذاب الذي أنذرهم به رسولهم بعدما عاينوا أسبابه وخرج رسولهم من بين أظهورهم فعندها جأروا إلى الله واستغاثوا به وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به نبيهم فعندها رحمهم الله وكشف عنهم العذاب فقال سبحانه وتعالى كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين إلى حين يعني إلى مدة قال قتاده لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حينها حضرها العذاب فتركت إلا قوم يونس وتفصيل هنا إشارة بسيطة تفصيل هذه القصة في سورة الصافات في سورة الصافات واختلث المفسرون أيها الإخوة هل كشف عنهم العذاب الأخروي مع الدنيوي أو كشف عنهم في الدنيا فقط على قولين لأهل العلم الأول أنما كان ذلك في الحياة الدنيا كما هو مقيد في الآية لأن الله عز وجل قال كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا هذا هو القول الأول والقول الثاني أن الله عز وجل قد كشف عنهم العذاب الدنيوي والأخروي لقوله سبحانه وتعالى وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين في سورة الصافات فأطلق عليهم الإيمان والإيمان موقذ من العذاب الأخروي وهذا هو الظاهر والله أعلم أن الله عز وجل كشف عنهم العذاب الخزي في الحياة الدنيا وكشف عنهم عذاب الآخرة والله ذو الفضل العظيم ثم قال الله عز وجل مسلِّي النبيَّه صلى الله عليه وسلم ولو شاء ربُّك لآمن من في الأرض كلهم جميعا لو شاء ربُّك يا محمد لأذن لأهل الأرض كلهم في الإيمان بما جئتهم به فآمنوا لكن له حكمة فيما يفعله تعالى كما قال الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله لجعل الناس أمةً واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربُّك وقال تعالى أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهَ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً ولهذا قال أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ أي تُلزِمُهُمْ وَتُلْجِئُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ أي ليس ذلك عليك ولا إليك بل الله يُضِلُّ من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ليس عليك هُداهم ولكن الله يهدي من يشاء لعلك باخعٌ نفسك ألا يكونوا مؤمنين إنك لا تهدي من أحببت إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم من مُسيطر وهنا أفأنت تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ أي الإذنَ الْكَوْنِي وإلا الإذنَ الشَّرِعِي قَدْ أَذِنَ اللَّهُ لِكُلِّ الْنَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُوا لأنه أرسل لهم الرسول ويجعل الرجسة وهو الخبال والضلال على الذين لا يعقلون الحُجَج والآيات والبينات والأدلة الظاهرة الواضحة التي تُؤيَّد بها الرسل والله سبحانه وتعالى له الحكمة في هداية هذا وإضلال ذاك ثم قال الله سبحانه وتعالى قُل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تُغْنِي الآيات والنُذُرُ عن قومٍ لا يؤمنون يُرشِدُّ سبحانه وتعالى إلى التفكُّر في آلاءه وما خلَقَ في السماوات والأرض من الآيات الباهرة لذوي الألباب مما في السماوات من كواكب نيِّرات ثوابِتَ وَسِيَّرَات وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَاللَّيْلَ وَالنَّهَارَ أَرْتِلَا فِيهِمَا فقال الله سبحانه وتعالى قُلْ انظروا ماذا في السماوات والأرض أي شيءٍ في السماوات والأرض تفكَّروا اعتبروا تأمَّلوا وما تُغْنِي الآيات والنُذُرُ عن قومٍ لا يؤمنون أي وأي شيءٍ تُجدِي الآيات السماوية والأرضية والرسل في آياتها وحججها وبراهينها الذَّالة على صدقها عن قومٍ لا يؤمنون لأنه كما قال الله إن الذين حقَّت عليهم كلمةُ ربِّك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آيةٍ حتى يروا العذاب الأليم وكل هذا يا أخواني في سياق التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم كل هذا في بيان عدم الحُزن النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا في بيان أنك يا محمد على الحق وإن لم يهتدي أحد إنك يا محمد صادق وإن لم يستجيب لك أحد لأنه ليس لك من الأمر شيء الأمر كله لله لله سبحانه وتعالى ليس لك ثم قال الله عز وجل متوعدًا ومنذرًا ومحذرًا فهل ينتظرون؟ أي فهل ينتظر هؤلاء المكذِّبون لك يا محمد من النقمة والعذاب؟ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين أخلوا من قبلهم؟ يعني انتظارهم وعدم استجابتهم لهم هل ينتظرون العذاب؟ الله قادرٌ على العذاب قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين الله أمر نبيَّه صلى الله عليه وسلم أن يأمورهم بالانتظار وأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يُحِلَّ بهم ما حلَّ بمن قبلهم لكن رحمة الله سبقت عذابه وكتب ربنا على نفسه الرحمة ولذلك أمهل الله عز وجل ولم يدعُ النبي صلى الله عليه وسلم على قومه بل إنه لما قال في أُحُد كيف يُفلِح قومٌ شَجُّ نبيَّهم فقد قال هذا أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء الله سبحانه وتعالى يُصرِّف الأمور بحكمته ثم قال سبحانه فانتظروا إني معكم من المنتظرين تهديدٌ ووعيد ثم نُنَجِّي رُسُلَنا والَّذِينَ آمَنُوا فقوله أنُنَجِّي رُسُلَنا والَّذِينَ آمَنُوا يُفْهَمُوا مِنْهُ ماذا؟ ونُهْلِكُ الْمُكَذِّبِينَ بِالرُسُلِلِ أليس كذلك؟ عندما يقول الله عز وجل ثم نُنَجِّي رُسُلَنا والَّذِينَ آمَنُوا مُبَاشرة نفهم ماذا؟ فإنه ذكر شيئًا ودلَّى المذكور أو المنطوق على شيءٍ مفهوم وهو أن الله إذا أنجى رُسُلَه وأتباعهم فإنه يقيناً قد أهلك المُكذِّبين به كذلك حقًا علينا نُنجي المُؤمنين وهذا من البشائر لهذه الأمة حق أوجبه الله على نفسه لم يُجِبه أحد كما قال الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابًا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضابي فالله كتب على نفسه بشارةً لهذه الأمة قال كذلك حقًا علينا نُنجي المُؤمنين ثم قال الله تبارك وتعالى قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي دُعَاء وَنِدَاء لِكُلِّ الْنَّاسِ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي أي قُلْ يَا مُحَمَّدِ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ صَحَّةِ مَا جِئْتُكُمْ بِهِ مِنَ الدِّينِ الْحَنِيثِ مِنْ دِينِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لأن المشركون قالوا ماذا نَعْبُدُ إِلَهَ كَسَنَةٍ وتعبد إلهنا سنة نعبدك نعبد الله في هذه السنة وأن تعبد الدلات والعزة يا محمد في هذه السنة هل يستقيم هذا لا يستقيم ولذلك هذه مفاصلة فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله هذا بالنسبة لنا أمر مفرغ منه إن آمنتم فالحمد لله وإن لم تؤمنوا فلا يمكن ولا يتصور منا أن نعبد ما تعبدون من دون الله ثم قال الله عزيز ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وهذا كذلك إذا كان هو الذي يتوفاهم فهو كذلك الذي يبعثهم فإن كانت آلهاتكم التي تدعون من دون الله حقاً فأنا لا أعبدها فادعوها فلتضرني فلتضرني فإنها لا تضر ولا تنفع لأن الذي بيده الضر والنفع هو الله سبحانه وتعالى ثم قال الله عز وجل وأمرت أن أكون من المؤمنين هنا يا أخواني في هذه الآية قال وأمرت أن أكون من المؤمنين وفي سورة النمل قال وأمرت أن أكون من المسلمين ولا تعارض بين الآيتين لأنه في هذه الآية السياق في مقام الإيمان فإنه قال قبل هذه الآية وكذلك ننجي المؤمنين فقال وأمرت أن أكون من المؤمنين الناجين واضح يا جماعة يعني هنا قال الله عز وجل أمر الله نبيه أن يقول وأمرت أن أكون من المؤمنين لماذا كذلك حقاً علينا ننجي المؤمنين فهو يقول وأمرت أن أكون من المؤمنين الناجين إذن السياق يتكلم عن الإيمان أما في سورة النمل فقد سبقها فهم مسلمون سبقها ذكر الإسلام في الآية التي قبلها وبالتالي قال وأمرت أن أكون من المؤمنين إذن السبب في قوله وأمرت أن أكون من المؤمنين هنا هو السياق لتقدم ذكر الإيمان وفي سورة النمل قال وأمرت أن أكون من المسلمين لتقدم ذكر الإسلام ثم قال الله عز وجل وأن أقم وجهك للدين أي أخلص العبادة لله حنيفاً الحنيف من الكلمات التي اندوات الأضداد قالوا حنيفاً يعني مائلاً يعني مائلاً عن الشرك إلى الإسلام ومن العلماء قال إن حنيفاً بمعنى مستقيم وأنت تعلمون أيها الأخوة أن هناك كلمات عربية يسميها العلم من الأضداد يعني تصلح لهذا وتصلح لهذا مثل عسعس والذي يحدد ذلك السياق قلنا لا والليل إذا عسعس كلمة عسعس يا أخواني يصح أن تكون أقبل وتصح أن تكون بمعنى أدبر عند العرب هذا والذي يحدد أحد المعنيين هو السياق مثل القرء القرء يا أخواني من دوات الأضداد تكون للحيض وتكون للطهر والذي يحدد معناها هو السياق ولذلك اختلف العلماء اختلف العلماء رحمه الله عند قول الله عز وجل المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء يعني قال بعض العلماء قرء الحيض وقال بعضهم قرء ثلاثة قرء يعني ثلاثة حيض وقال بعضهم ثلاثة أطهر لو واحد يسأل يقول بل سبب في هذا الاختلاف يقول لأن لفظ القرء لفظ مشترك يطلق على الطهر كما يطلق على الحيض ولذلك اختلف العلماء فالذي يحدد أحد هذين المعنيين هو سياق الله مثلها الحنيف هنا حنيف هنا يا أخواني من العلماء قال حنيفا وأن أقم وجهك للدين حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى الإسلام وقيل مستقيماً وقيل مستقيماً كما يسمى من ساقه ما إلى يسمى ماذا أحنف يقولون إنه تفاؤلاً باستقامة قدمه كما يقال للذيغ سليم تفاؤلاً بسلامة وهكذا يقول الله عز وجل وأن أقم وجهك للدين أي أخلص العبادة لله سبحانه وتعالى حنيفاً أي منحرفاً عن الشرك ولهذا قال ولا تكونن من المشركين تأكيد لمعنى الحنيفية تأكيد لهذه القضية وهو معطوف على قوله وأمرت أن أكون من المؤمنين ثم قال الله سبحانه وتعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك لا تدع هؤلاء الأصنام التي لا تنفع ولا تنفع بل ادع النافع الضار جل وعلا فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وقلنا إن الشرط لا يلزم وقوع المشروط النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدعو هؤلاء ثم قال الله وإن يمسسك الله بضر يعني لما قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك لأن هذه لا تنفع ولا تضر بيّن من هو النافع والضار سبحانه وتعالى قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو فيه بيان لأن الخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع إلى الله تعالى وحده لا يشاركه في ذلك أحدا إذن هو المستحق للعبادة سبحانه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله طيب ألا تلاحظون هناك فرق في التعبير هاي أخواني في الضر قال ماذا يمسسك وفي الخير قال ها قال يردك طيب فلماذا ذكر المس في الضر والإرادة في الخير قال العلماء الضر أو المس والإرادة يستعمل في الضر وفي الخير كلاهما يصح أن تقول وإن يردك الله بضر ويصح أن يقول وإن يمسسك الله بضر كما يصح أن تقول وإن يردك الله وإن يردك بخير أو أن يمسسك الله بخير ولذلك قال العلماء استعمل المس في الضر والإرادة في الخير وأن الله وأنه لا يزيل لما يصب بهما منهما ولا راد لما يريده منهما فأوجز الكلام فالكلام فيه إجاز فيه بلاغة ليش لأنه ذكر أحد اللفضين ليدل على إيش اللفض الآخر في موضعه يعني ذكر وإن يمسسك الله بضر وإن يردك بخير فدل على أن المس والإرادة كلاهما من الله تبارك وتعالى في الخير والشر فذكر لفضا أحد اللفضتين في الضر وذكر الأخرى في الخير ليدل على ما ذكر ليدل ما ذكر على ما لم يذكر كيف بمعنى أن الله ذكر المس هنا والإرادة هناك ليدل على أنه يصح فالله تبارك وتعالى هو وحده سبحانه وتعالى الذي يمس بالضر ويمس بالخير وهو سبحانه وتعالى هو المريد للخير وهو المريد للضر جل وعلا فأوجز الكلام يعني ذكر أحد اللفضتين في مكان وذكر اللفضة الأخرى في مكان ليدل ما ذكر على ما لم يذكر وهذا من بلاغة القرآن ثم قال الله سبحانه وتعالى وهو الغفور الرحيم سبحانه أي الغفور لمن تاب إليه وتوكل عليه من أي ذنب كان حتى من الشرك حتى من الشرك وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى خبوا يا أخواني القرآن لو تأملنا هذه السورة يا أخواني من أولها إلى آخرها ماذا يعني أنتم الآن نحن في نهاية الجلسة يا أخواني في نهاية تفسير هذه السورة ما الذي خرجتم به من بعد صلاة الظهر ونحن نتكلم ما الذي خرجتم به الله يدعونا إلى ماذا إلى التوبة إلى أخذ العبرة إلى المواعد يذكر لنا أدلة عقلية يذكر لنا أدلة نقلية يذكر لنا قصص يذكر لنا عاقبة المكذبين يذكر لنا جزاء المتقين يذكر لماذا وهو الغفور الدعوة في آخر السورة يقول وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الرحيم مهما أذنبتم مهما عملتم مهما فعلتم مهما تجاوزتم فالله هو الغفور الرحيم بشرط إيش ألا تصلوا إلى مرحلة إيش غرغرة الروح أو تخرج الشمس من مغربها قبل ذلك لك أن تتوب من أي ذنب من أي ذنب بل إن جبريل العارف بالله سبحانه وتعالى وضع الطين في فم فرعون إيش وهو في الرمق الأخير في رؤية العذاب مخافة أن تدركه الرحمة ثم قال الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس هو يختم السورة لا يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم الحق قال بعض الفسرين هو القرآن يا أيها الناس قد جاءكم القرآن من ربكم وقال بعض الفسرين هو الرسول صلى الله عليه وسلم أي جاءكم الرسول من ربكم ولا تعارض بين القوالين فكلهما صحيح لأن الذي جاء في القرآن من عند الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الموعظة يختم الله عز وجل في هذه السورة قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه أي الله غني عن هدايتك الله غني عن صلاتك الله غني عن عبادتك الهداية الهداية لك أنت يا عبادي لو إنكم لن تبلغ ضري فتضر ون تبلغ نفع فتنفعوني من اهتدى فإنما ينفع ينفع نفسه يا أخواني فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها أي على نفسه فالهداية لك والإضلال عليك والله سبحانه وتعالى غني عنك يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أرسلت الرسل أنزلت الكتب بينت الأدلة أرزقت العقل والسمع والبصر كل ذلك يا أخواني من أجلك أنت نعم أنت وما أنا عليكم بوكيل أنا غير موكل بكم حتى تكونوا مؤمنين إن الله لم يأمرني ولم يكلفني فوق طاقتي بأن نجاح دعوتي بإيمانكم بل إن الله أمرني بالبلاغ فقط وفي بيان القرآن والحجج فما أنا عليكم بوكيل إنما أنا نذير لكم والهداية على الله عز وجل ثم ختم السورة بقوله واتبع ما يوحى إليك واصبر وقلنا أن الله عز وجل بدأ السورة بذكر الوحي وختمها كذلك بذكر الوحي فقال سبحانه وتعالى ألف لا امرأة تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم هذا في فاتحة السورة وقال في خاتمتها واتبع يا محمد ما يوحى إليك أي تمسك بما أنزل الله عليك وأوحاه إليك واصبر أمر نبيه بالصبر لأنه بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين واصبر على مخالفة من خالفك من الناس أصبر على طاعة الله أصبر عن معصية الله أصبر يا محمد على أقدار الله كل كأنواع الصبر واصبر تشمل جميع أنواع الصبر الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على الأقدار وكثيراً ما يأمر الله عز وجل نبيه بالصبر لأنها آية مكية وهو يلاقي عنت والله عز وجل ذكره ببني إسرائيل الذي أغرق لهم فرعون فتعنت واختلف من بعد ما جاءهم العلم فهو يسل نبيه ويقول معك القرآن المؤيد وأنت مؤيد من عند الله ومع ذلك يخالفون أمرك لا يتبعونك فأمره بالصبر حتى يحكم الله أن يفتح بينك وبينهم وسبحانه خير الحاكمين أي خير الفاتحين بعدله وحكمته وبهذا نكون بحمد الله تبارك وتعالى قد وصلنا إلى نهاية تفسير هذه السورة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يغفر لنا زللنا وخطايانا قلت ما قلت فإن كان صوابا فمن الله وحده وإن كان خطأا فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر